ترجمة نانسي قنقر من مصر عملت في التجارة ثم في الاستثمارات المصرفية الحياة فيها مر وفيها حل ومليانة محطات بتشكل مفاصل العمر رندا خسوب من لبنان القدر قادني إلى كندا والقلب قادني إلى الجاز وبين القلب والعقل والقدر نقاط تحول في حياتي سوء إلى جراح دماغ شهير ما هي أهم نقطة تحول بحياتك فأعجاب يوم أغلقت أمي التليفزيون وقالت لي اقرأ مساء الخير زينب سلبي مساء الخير مساء النور أكثر من نصف عمري خارج العراق شو بقي من عراقك فيك؟ كل عراقي معي بعده أنا أحب العراق أحب كثير كثير العراق والعراقيين بس أحب العرب كلهم بصورة عامة بس بعدني الهوتي بعدها عراقية تطبعت في مختلف المدن اللي عشت فيها أكيد وخصوصا في القرى الأمريكية أكيد وأشياء فيها كثير حلوة من هذه الطبعات يعني الحرية التعبير بدون الخوف الجرأة أنه واحد يكون مثل ما يريد شفنادي أزين شعري ومهامني هاي كلها جدتي من حياتي هون في الغرب حقيقة يعني زينب الحياة في مطبات عديدة وكتيرة أنت إمرأة في آخر النهار وأنت إنسانة هل ما زلت تخافين المطبات هذه أم على التجارب اللي خطية جلدك قوي وأصبحت أكبر صبابة طبعا عندي خوف أنا عندي الحب يعني الحب والجرأة اللي عندي إياها مش لأنه أنا ما عندي خوف أنا عندي خوف كبير كامرأة كمهاجرة ببلد غريب بالنهاية الموضوع كمسلمة حقيقة هل بعدك لليوم تعتبر نفسك مهاجرة طبعا هم يعتبروني مهاجرة وأنا مسلمة هم يعتبروني مسلمة وأنا سمرة هم يشوفوني سمرة لكن هذا البلد كوزو بوليت هذا البلد متنوع الناس أتوا من كل حد بنوصوب يعني ما في عندك شيحية أمريكا أمريكي هو خليط صحيح وأكثر شي أنا أحب في أمريكا أنه يعطوني الفرصة لأي إنسان مهما كان هذا الإنسان ولي شوفون عنده موهبة وعنده شيء صوت جميل أو شيء الطيلة للمجتمعي يحتفلون بي صحيح برغم من نظرتك الثاقبة بدي أطلب منك تخمضي عيونك تخمضي عيونك لثلاثين ثانية وتسترجعي شريط حكايات عمرك حددي لي أبرز نقاط تحول بحياتك موت أمي لدي كتاب على الموضوع فأنا ممنونة إلها أنه أعطتني الحقيقة بآخر عمرها وكيف هي تعاملت مع موتها كيف تعاملت بهدوء وبيحب مع موتها كان هذا شيء غير وقالت لي قالت لي لما أموت زينب لا تروح وتبكين وتعزين وهالأشياء قالت لي لما أموت أريدك تروحين على على استمتاع مكان وروحي ورقصي وارتاحي وتونسي وتستمتعي بالحياة وتذكريني بس وتذكريني هي معي دائما لكل واحد مننا فواصل بحياته وهذه الفواصل بتحدد المراحل المختلفة يلي منعيشها ويلي مندخل بطياتها فيها تاخذنا إلى أماكن ما منتوقع وفيها تاخذنا إلى خواتيم ونتائج أيضا ما منتمنها هل أنت ليلي مستعدي تقلبي صفحات حياتك المختلفة وتسمحيننا ندخل معك لألا؟ تفضلوا تفضل سوا أحسار خليفة أنت مبتسم دائما متفائل دائما اكترض من الناس اللي بيشوفوك بيحزوك على هذه الشخصية التفاؤل هذا الابتسامي هذا هل هني تلقائيين هل أنت مرنت حالك عليون لا أنا أنا يعني مبسوط بالحياة بس بنفس الوقت أنا شكلي يعني شخص هادي بس مثل البط تحت الماء عما أدى في طول الوقت أنت خلقت في مصر عاشت بي لبنان تنقلت بين السعودية بين الصين بين لندن وأنت ليهم مستقر في مدينة نيويورك الأمريكية تراكم التجارب هذه التنقل بمكانين آخر اكتشاف مجتمعات مختلفة أعراق مختلفة شو أضاف لألك؟ أنا بهاي أنا حاسس حالي محظوظ يعني غير الدول اللي أنت أنت هلا كمان كنت عيشت فترة في سويسرا بأمريكا الجنوبية أنا دايما بجرب من كل محل بطلع شي بتعلم شي أو لغة أو ثقافة أو خبرة في الشغل وبجمعهم وبتعلم الحياة درس دايش بتعطي صدفة نسبي بحياتك؟ الحياة كلها صدف أهم صدفة اختبرتها بحياتك؟ يعني طبعا لازم أقول إن لما تعرفت عمرتي عشان الحياتي تغيرت داي بتعطي الحظ نسبي بحياتك؟ يعني على إلهي 50% وأنا محظوظ الحياة هي مجموعة صدفة محطة تليل ما نتوقف عندنا الكثير من هذه المحطات ونحن ندخل معك إلى عالم حسين خليفة هل أنت جاهز؟ جاهز فضل ترجمة نانسي قنقر لأنجم السوالي مانرة وأنجم الساقين بتعطي صحة وأنجم الساقين بتعطي صورة واحد انت جادة وقد اعتقد أحياتك؟ فلتجم بحياتك؟ وحياتك؟ نسيت 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 نفسية هل أنجم الساقين بحياتك؟ فادح، أنت بنت لبنان، أنت بنت الأرز، أنت كبرت بكندا إلى أي درجة ساهمت بتشكيل مفاصل حياتك؟ لبنان هو الساهم بمفاصل حياتي لأنه الوضع بلبنان قدّى أنه إجيه على كندا وهالشي غير كتير قصص بحياتي أكيد، بس أنا ساهمت كمان أكيد لأنه كل شيء بالنسبة لشغلي أنا بنيته لوحدة بإيدي على ذكر لبنان، وأهمية لبنان بتشكيل المفاصل هذه، الحنين، الابتعاد عن لبنان كيف تعيشين؟ صعب، كتير صعب، بعتقد أنه نحمل لبنان معنا وبقلبنا كل الوقت، وبعتقد هالشهيدة فشنة أنه أدسان بوينت غني بالعربي مع أنه لغة العربية ما كانت كتير راكزة، بس بعتقد هو هيدا الحنين طبعا الدماط الشرقي يلي كمان أعطاني هالتحدي الزيد أنه أعمل جاز بالعربي بأمريكا بنت الشلبية، عيونها لوزية، بحبك من قلبي يا قلبي وأنت يا عيناية، بحبك من قلبي يا قلبي وأنت يا عيناية تزوجت في العام 1989 ورحت إلى كندا، وانقطعت عشر سنين عن الغناء، عن شغفك، وعند أول نقطة تحول جديدة بحياتك رجعت وغنيت قديش ساهمت أنت بتكوين هذه المقطة؟ بأعتقد الألم أنه حدا يخفي لك صوتك، هي كانت الشغلة الأكتر شي دفشتني أنه إرجع غني أخدت معي كمس سنة عذاب أكيد لأنه كنت سايكولوجيكلي دفشتني ساهمت أنا وأهلي بأعترف أنه والدي وأختي هني اعتبروا أنه إذا ما زبطت معي برجازة، رجعي على الموسيقى بركي بترجعي بتتجوز إلى الجاز أحسن من رجاله الطلاق بالحياة تهوف عصلي، إلى أي درجة طلاقك أوكي؟ بالأول ما قويني، بالعكس كثير ضعفت، وبعدين إجا الإفة طبع القوة بالأول مثل كل شخص بيهيك بروجيك ما بيمشي بحياته، بيحس بإنكي بعدين الإفة طبع البوزيتيف إجا أكيد قويني كتير لأنه بتستوعب أنت مين؟ وأنه الشخص الثاني منه هو يلي بيحدد أنت مين؟ فبتشتغل كتير على نفسك، وبتسأل حالك شو بتحب، وبتصير بدك أنك تروح صوب الجزور طبعك، والباشن طبعك، لحتى تشغفك موظبوط رندا غصوب، كل الناس تبتمروا بنقاط تحول مختلفة بحياتها، البعض بيفتش عنها، والبعض الآخر بيخاف منها الليلة حنشرع بواب الحوار على نقاط التحول هذا على الموضوع هذا، هل أنت مستعدة؟ مستعدة مية بالمية منتقي بعد قليل مرسي دقيقة واحدة، فيها تتغير كل حياتنا، فلنكون مستعدين لها، فاصل قصير مرسي مzzo مستعدة مطلع مقاطر مقاطر مرسي مقاطر مرسي مرسي لكل إنسان نقطة فاصلة تنقله من مكان إلى مكان وتحوله من إنسان إلى إنسان في الغربة كما في الوطن فواصل ملأ بالتجارب قد تقلب العمر رأساً على عقب وقد تعيد عقارب العمر إلى الخط المستقيم والسؤال كيف يتعامل البشر مع مفاصل الحياة؟ والجواب حاسم جازم رب ضارة نافعة تحول الإنسان إلى إنسان زينب سلبي حياتك مليئة بالتجارب وتفولتك بشكل خاص فيها الكثير من اللحظات الحزينة فيها ألم فيها وجع بالمقابل صوتك في الكثير من عوامل الإرادة الجزم الحزم هل سهل إنسان يتجوز المفاصل اللي قلبت حياته رأساً على عقب مش سهل بس ممكن والإرادة تخلي الحياة بالنسبة إلي كل شيء الحياة الأشياء الزينة والأشياء المزينة الصعوبات والسهولات الحب والكسر القلب يعني ما هي كلها الحياة فالأشياء اللي واجهتني بداية حياتي من الحروب إلى الدكتاتورية إلى زواج كل الأشياء الزواج اللي صار الصعوبات فيه كثير كلها خلتني أقدر الأيام الحلوة أنت وجدت نفسك في الولايات المتحدة الأمريكية وكان معك مبلغ 400 دولار أمريكي فقط الكثير من التراكمات أتعبتك أنحكتك ما في شك بعيداً عن نظريات شو عملت كيف تصرفت لما كان عندي 400 دولار بس جيبي في بلد أجنبي أهلي في العراق في الحرب في العراق حرب الخليج الأولى وأنا عراقية في أمريكا وما عنديش يعني اللي قاموا هالأشياء هاي أول شي رحت على المصدر القانون فرحت على الدائرة الحكومية الأمريكية اللي هي تتحكي مع المهاجرين وقلت لهم أنا جاي عليكم وما بدي أكون غير قانونية وانتوا قلوا لي شو العمل هاي أول شي ثاني شي قلت لازم ألقي شغل مباشرة يعني لازم أبدي شغل ولما حكيت لما أرد أنا محتاجة الشغل حقيقة الناس جاءوا تطوني فرص عمل يعني تطوني عائلة إيطالية تطوني فرص عمل آئلة إيطالية أدني فرص عملوا شوية شوية وقفت على رجلي وانا لما مشيت بظروف صعبة ناس جوالي ووقفولي ناس غربة ووقفولي وطوني فرص وطوني فرص انه أوقف على رجلي فأنا لحد اليوم أحس انه أنا مسؤوليتي كإنسانة انه أوقف واعطي فرص للناس المحتاجين لأنه أنا كنت هذا الشخص في يوم الأيام أنت واجهت الظروف والمصاعب توطية لصالحك وعززت عندك هذه المصاعب مكامن الإنسانية وخلقت منك إنسانة قوية تشعر مع الآخرين بطريقة مضاعفة وتساعد الآخرين وتمد يد العون للآخرين أحسين خليفة وضعك باخترف أنت عشت في أمريكا لفترة من الزمن أنت بيك من الناس لدرسوا هنا في أم آي تي بفترة الستينيات إذن أنت انتقلت إلى القارة الأمريكية معزز مكرم بطريقة مختلفة جدا هويتك العربية هي مزيج من جنسيات مختلفة مصرية وسعودية من جدة حجازية ومن تركيا ومن الشرق الأقصى فيعني خلطة هذه الخلطة الخلطة المركبة هذه إلى أي درجة برأيك كانت السلاح بحياتك وبالمقابل هل أربكتك لوقت الملاوات؟ أنا أعتبرها سلاح جيد لأن بكل بلد في وقت بحيث حالي أجنبي بس لازم أعمل حالي يعني من أهل البلد يعني هاي قصة حياة كل عيلتي يعني نحنا تقلنا كذا مرة أنت عاشت فترة من حياتك بالصين أين نعم وأنت بتحكي صيني بحكي صيني درست صيني لمدة حوالي 20 سنة بس رحت عالجامعة صيني هناك بعد ثلاث سنوات دراسة بأي ماركا حسين أنا بدرجع معك السنوات لورا تحديدا العام 1987 كان الوالد والوالدة بإنجلترا بلندن تحديدا كانوا سهرانين وعند عاوتنا المنزل أنت كنت مربط أنت وصديقك راعة سابونجي وكنت ملفوف بسجادة وعند دخول الوالد والوالدة لقوا أنه في لصوص عم يحاولوا يسطع المنزل فتم كسر ذراع الوالدة وتم قتل الوالد وقدرت أنت وصديقك بعد فترة تفكوا هذا الحبل تطسط بالإسعاف لكن الوالد سرعان ما فارق الحياة نفق مظلم مأساة بحد ذاتها فيها تكسر الإنسان لمدار الحياة وفيه الإنسان يواجهها لكن حتى لواجهها في صعوبة قصوى بهذه المواجهة وبتطويع المأساة هذه أنت كيف تصرفت وكيف وجهت يعني ما كانت سهلة إذا أخذت يعني كذلك سنة طبعا الواحد يعترف أنه كان كان إلي صورة للحياة وللمستقبل وتغيرت يعني بخلاف بساعتين كل اللي كنت عم أفكر فيه رح يكون مستقبل يتغير من من ما صار واحد قدامه كان يفكر أنه كان عنده اختيارات معينة وتغيرت الواحد أنا اضطريت أن كنت رح أعيش أنا مثلا بالشرق الأقصى كان عندي مشروع كنت ناوي أروح أشتغل هناك ما أدرت كنت بدي أعود جنب أمي وإختي بوقتها فأعدت بأوروبا وبعد ذلك رحت أنا على على أرجنتينا والبرازيل شوي بس بين أوروبا وأمريكا جنب الوالدي وجنب أختي و لنفسي كنت دائما يعني بجرب أخذ الطريق يعني I wanted to create my own future but at the same time يعني في نفس الوقت I wanted to try to live up to the aspirations of my father يعني كنت أنت من من ناحية كنت بدأك تبني مستقبل بيشبهك لكن بما وزات هذا الشيء كنت بدأتكون على نفس المستوى اللي الوالد كان بيطمح لأ له بالزبط رندغ صوبة ووضعك يبيختلف أنت خلقتي وأنت مصابة بمرض التلسيمية منذ ولادتك وأنت تغيرين الدم بشكل دوري نعم بعد كل هذه السنوات ألم تتعبي؟ ألم تكلي؟ أكيد في تعب بس كمينا بتصير الشغلة جزء منك يعني جزء منك ما بعرف غير فورمولا ما بعرف كيف ناس بيخلق وما بيروحوا على المستشفى كل يوم يعني كل جماعتين تلاتة بتصفي نمط حياة مش نهيك ما في أعمل كومباريجن ما حدا غيري لا حتى أقول أنه this is how it is مثل ما شخص بيخلق مكرسح أما شخص بيخلق ما بيقشع ولا مرة استسلمت لا ما فيك تستسلم شو أويكي؟ مين أويكي؟ مين كان الدعم الأساسي بحياتك؟ حياتك تقوي هل كان الرب؟ هل كان الإيمان؟ شو هي الأمور؟ الإيمان كمان كتير بساعد هو بيعتقد أنه بوضع التلاثيمية جرعت الدم لوحدة صحيح أنه العالم ما بيحبوا يشوفه دم ما بيحبوا يقشعوا كيز دم لأنه بيخوفهن ما بيذكر الحرب بس فيها أمل كتير حلو لأنه يتفايكولات hope and life بيجسمك تسري دماء مختلفة دماء لأشخاص ما بتعرفيهن تبرعوا هني بالدم بشكرون كتير أصبحوا هني بداخلك هل بتشوفي أنك أنت مش إنسان واحد؟ وقت لدرجة الإكسبريشن تبع سيتزن أوف دي وولد أنا بعتقد أنه بتتطبق كتير منيح عليّ إنسانس أنه ما بعرف يشوفه بعروقي أسود أصفر أحمر مسلم مسيحي بوضي وبعتقد هيدا شي كتير حلو واحد يكون هيك هو كشخص مش إنهيك لازم واحد يتعمق أكتر بالجزر طبعا على القصة ويشوف البيوتي اللي فيها أكتر ما يشوف الحزن أما الألم اللي فيها لأنه it has a good meaning for hope وإنه أنا ما في أفهم كيف الناس بتختلف على قصص لما في ناس ما بعرفهم جينيروزيتي طبعا تدفشهم إنه يروحوا ويعطوا دم لشخص ما بيعرفوا ويجددوا له حياته وهالشخص يصير عم بيغني بعد لذلك هذه قمة الإنسانية أنت شاهدي عليها واللي طبعا أيضا أن وجدت عندك بالتالي ونشعر بهذا بكلامك وحتى بأسلوب حياتك اللي رح نحكي عنه بعد شوي رحودي إليك زينب سلبي عم بشوفك إلى أي درجة عم تصغي إلى حسين من جهة إلى رندن من جهة أخرى إلى أي درجة تذوبين فيما يفصحون عنه فيما يقولون وكأنه لسان حالك كأنك أنت يلي عم تحكي في ناس بيقعوا تحت تأثير نقاط التحول اللي بتطرق على حياتهم وفيها تحولهم إلى أشرار لكن أيضا فيها تحولهم إلى أشخاص أفضل إلى أخيار أنت تحولت إلى إنساني الإنسان اللي بيداخلك اليوم بشو بتناديه ندائي أنه حريتنا تجينا من داخلنا أنا ما بطي أحد ما بنتظر أحد يعطيني حريتي وحرية أنا مش قضي الحرية التعبير على الأفكار حريتي من كل الصاربية في حياتي حرية أنه أعيش بابتسامة وأعيش أنه أقبل حياة كلها بأحزانها وبحلاوتها مثلا كتابي جريد عندي كتاب هلا طلع اسمها حرية عملية داخلية هذا جدي من صار في أزمة حياتية كبيرة كثير بحيث شتتت حياتي وبدأت كل شيء لا أعرف مين اللي يحكي الحقيقة ومين اللي كذب عليه صار أزمة صارت كثير في حياتي ومن وراها اشتغلت على نفسي وحكيت وروحت على أطباء نفسانين وبدأت أفكر وأروح على كل أشياء أقرأ كتب كل أشياء اللي أقدر أقول شو اللي صار بي ليس اللي صار بي كيف أرجع إلى واقفة على قدمي كيف أحرر نفسي كيف أكون معتمدة على نفسي من وراها جاء شيء حلو جدي حلو مو بس كتاب أنه الرئيس كلينتون قبل شهر خابر قال لي زينب أنا قريت كتابك وحبيته كثير وأعتقد كل إنسان لازم يقع كتابك أنا الرئيس كلينتون دي خابرني وأقول واو أنت لو تعرف شو يصار بي قبل ما كتبت هالكتاب هذا فيصار عندي أمل حسين الكتب اللي نقريع بحياتنا بتغير أمور كتير بحياتنا بقراراتنا بخياراتنا هل في كتاب معينة ريتو غيرك أو غير فيك مزايا أنا بقول الكتاب لنصيم طالب بلاك سوان هو غير فكتي عن الحياة والحظ رندا أنت عاشقة فن وأنت على خشبة المسرح أنت في ألقك أنت تغنين الأضواء كلها مصوبة عليك الناس عم تصغي إلى غنائك عم بتزقف عم تشعر عم تبكي عم تشهى عم تبتسم هل فعلا أنت إنساني أخرى عم بتعيش على وجاع هذه بطريقة مضاعفة هذا مضاعف في كتير ناس بيشوفوني وبيكونوا مقربين مني يعني في حياتي بيقولوا لي أنت شخص تاني كليا لأنني ترانسند بغير غير رول غير غير دور مثلا بيقولوا بس بعتقد أنه أنا بيني وبين حالي بعيش اثنين in a very strong osmosis يعني رندا إذا رندا يعني after all إن كنت عم بحط دم أما إن كنت عم بغني انت غير إليك زينب سلبي أنت كاتبة صحفية متحدثة في أهم المنتديات تعملين في سبيل قضايا الإنسان قضايا المرأة قضايا بلادك والقضايا اللي بتشغلك أنت شخصيا على صعيد الشخصي بيعملك في الكثير من المغامرة في الكثير من الفضورية الحشرية قلبك بيشتغل لكن عقلك هو يلي بيديرك بالأخير هل من الممكن أنه إنساني مثلك بعقلة تساهم بخلق نقاط تحول عند أشخاص آخرين أكيد أنا أستخدم عقلي كثير بس أنا القلب هو قيادي بالنسبة لي أنا أخلي القلب هيك أعتقد كل ياتنا ممكن نسوي هيك أخلي قلبي هيك ولمن أخلي القلبي يقود حياتي العقل دائما يكون الوزير لكن الإنسان ما في يوصل إلى حيث وصلت أنت من دون هذا العقل ويكون هو العقل المدبر لكل هذه المسيرة الناجحة استراتيجي أعرف وين الصح وين الخطأ والأشياء صحيح زينب من أنت بالنسبة لي أنا زينب أنا خلقت في الحياة لأخدم أخدم الإنسانية فبديت بخدمة النساء المهمشات بالحروب الآن أخدم الناس الرجال ونساء اللي مهمشين بصوتهم فبنسبة لي هذا هدفي بالحياة ما عنديش أطفال ما عنديش عائل عندي أهميتي أنه أنا هنا لأخدم الإنسانية بطريقتي الصغيرة حسين خليفة أعود إليك في البورسة وعالم الاستثمارات هنا لك دائما ضربة حظ هل تشكل ضربات الحظ هذه نقاط تحول أحيانا طبعا أنا برأيي الحظة هم شي يعني وهم الواحد يعرف إمتى الفرصة قدامه ويستفيد من الفرصة والحياة كلها فرص وكلها أبواب بس الواحد لازم يفوت بالباب اللي بيقعد بيتطلع وما بيعمل شي ما رح يربح زينب سلبي إلى أين تطمحين أنا بتي يوم الأوقف إنه يوم لأشوف المساواة الفعلية بين المرأة والرجل ومش بس بالعالم العربي كل عالم مش بس بأمريكا بكل عالم هذا اليوم الأوقف هل ممكن أنا أعيش هالحياة اللي أشوف فعلا فعلا مساواة مش بس حكي بس فعلا مساواة بكل شي بعرفش بس أنا رح أحاول لآخر نفس في حياتي هرامدا غصوب أنت ندرت حياتك في سبيل الغناء والإجاز كيف اكتشفت مغنية إجاز في أوتارك وفي صوتك مثل ما مثل ما حكينا بكل الحلقة إنه في قصص بتصير بالحياة وبتفتح لك بويب ومجلات بالمدرسة كانوا بالمدرسة يقولوا إنه صوت حلو ويطلبوا منه دايما نغنى بالحفلات بس ما نحنا كنا ببلد فيه كتير مشاكل وأهلي ما يعني ما عطوا أهمية لها الشي بس سائبة الوالد بنص الحرب بلبنان جاب من أفريقيا كان يشتغل هو بأفريقيا وجاب علبة فيها استوانيت الجاز ويرتهم من عز صاحب لقيله توفى بأفريقيا سوال هو الممنوع تدقو فيه وانا المحل يقول لي ممنوع ما فيه ممنوع سو قعدت إسمع هالموسيا وكتشفتها لوحتي وبعتقد أنه لأنه تعلمت للجاز وما كنت أعرف إنجليزي سو كنت أنا أعمل يعني بدل ما أفهم الكلمات وهي هي يعني هي هل علبة للجاز فتحت لي هيدا العالم هل فينا ندخل هلأ يعني لحظات إلى علبة للجاز هذه بسمع شي منك you know بس مواري بشو but it begins to tell around midnight around midnight I do pretty well till after sundown supper time on feet feeling sad but it really gets bad around midnight I love you tonight I love you I love you I love you الحياة أصدقائي بتبتدي وقتا منصير قادرين على أن نغير حالنا بدل ما نغير العالم ونعيش خارج الأنا زينب حسين ورنده حملوا تجربهم ونقاط التحول بحياتهم وأكملوا بترقات مليانة أمل وفرح فاصل أخير مميزون هم زينب وحسين ورندة وحساباتهم في العالم الافتراضي تأخذنا إلى عوالمهم الحقيقية زينب حساباتها باسمها واسمها يرن قويا في كل الأقبية هي تطل بشعر قصير كما دائما ونظراتها السميكة تمنحها جدية ونشاطها في نجدة بنات جنسها عنوان وحوارات لا تنتهي وموقعها الإلكتروني الخاص يحكي عن تحولات كبرى في عمر ابنة العراق ورأيها في نقطة تحول سردته في بوست هوي آر مقابل هوي كليم تو بي حسين رجل المال والاستثمارات يفاجئ متتبعيه على السوشيال ميديا هو دخل حديثا سورد كلاس والسيف في يده زاده مزاحا وها هو يعلق على صورة لكلب إلكتروني ليس البشر وحدهم من يخشون من مزاحمة الربو الربو هو أيضا نقطة فاصلة هو يحب شخصية تنتا وهو رياضي جدا حتى أنه يمشي برأي إحدهن على المياه أتتصورون؟ رندة الهادئة الحالمة تبقى نفسها عبر السوشيال ميديا هي تحب تزيين شعرها بالورود وارتداء النظارات الغريبة المدهشة سر ربما شعرها بنفسجي برتقالي ومزركش وروح الدعابة تلفحها بكل الألوان والأشكال على أثير الصوت المميز والكلمات والألحان صفحة فيسبوك وموقع إلكتروني رندغصوب www.randamusic.com ضيوفنا الثلاثة راكموا خصوصيات وإنجازات بعدما قطعوا نقاط تحول كثيرة هذه هي الحياة أدى معك رندة هذا القسم ما هو السر كل هذه الإطلالات المختلفة؟ تسريحات مختلفة، شعر ملون، ورود، نظرات غير تقليدية لماذا كل هذا؟ لا حتى نلون الحياة أنا أعتقد أن أحد يدعي كل يوم يواعي الأشياء أو السماء مغيمة لذلك، تحت رينبو مهمة أن أحد يشاهد الرينبو أو تصدر الرينبو وعندي مهنة كمانة، يعني ويتش اس بوبليك و لازم الإمج تكون كمانة فرحة و هذه هي أشخاصي أصلاً حسين، هل حقيقة أنت فيك تمشي على الماء؟ لا، بجرب، لا لا، بس صعبة شو قصت تانتان وصفوف السورد؟ لا، تانتان أنا كنت دايماً لما كنت صغير كنت بحب رسوم تانتان وربيعت عليها بس السورد غير شيء، أنا يعني لما كنت صغير كنت بحب كل المارشل آردس بروسلي، الكونغ فو وهيك و كنت بعمل جودة لما كنت صغير و فتت بكم مباراة، وبعدين بطلت و من حوالي عاشر سنين رجعت أنا على جوجيزو، البريزيليون جوجيزو و بخشت مباراة، بس صار لي فترة هلا كم سنة ما فتت وبعدين من حوالي سنة ونص، بلشت الكندو، إن هو في النصف الياباني زينب سلبي، شو رأيك بظاهرة نسج الكافرين لعلاقات ووهمية في العالم الافتراضي؟ يعني مع الأسف إلهم، حقيقة ليش هيك خايفين ويحكوا عن نفسهم و شو اللي يمخبي بحياتهم؟ يعني get over it بالنسبة لي أحكوا الحقيقة ويكونوا الحقيقة على إيش خايفين ومستحينوا من وراء وراء؟ رندا، أنت اشتغلت بالصحافة، شغلت منصب رئيس التحرير لكنك تخليت عن مهنة المتاعب والمشاقات في سبيل الغناء و الجهاز تحديداً، ما هي العناصر؟ يالك أنت بحاجة لألة لمغادرت نهائياً مجال مهني نجحت فيه إلى مجال خواتيمه من محسومة، وإلى مجال نهاياته ليست مخلصة هل يحتاج هذا إلى قرار، إلى جرأة، أم هو مغامرة؟ أعتقد الثلاثة يلي حضرتك ألتهم، كان قرار صعب، بس كان قرار عوزته بفترة محددة بحياتي أعتقد كلنا منحط تشالنج لحالنا بقصص، وبس نوصل على الطب تبع التشالنج اللي نحنا حطينه من نضطر نحول صوب غير شي لأنه الحياة بتتجدد وكل يوم نهار جديد فالقصص بعتقد بتكمل بعدها، وما بعدت عن شغلة مهمة اللي هي الكلمة لأنه بالغنى الكلمة كتير بتأثر، وبعتقد مش نيك أنا منقى أغاني إلون معنى أكتر من غير ناس لأنه حررت، سأعتقد أنه الفن كله بيمشق بعضه زينب أنت الإمرأة الثائرة دوما، التجارب بغيارتك حولتك إلى إنساني هادئة عند قدرة على التسامح، على التقبل الآخرين، على إيجاد أعذار للآخرين الليلة، لمن تعتذرين؟ أعتذر إلى الإنسان اللي كانت خادمة في بيت أهلي، وأنا كنت طفلة، وأنا كنت مش طفلة طول حياتي وأنا كنت دائماً مستورة أنه أنا عاملها صحيح وهي مثل أختي وهي مثل عائلة ولكن حقيقةً كنت كمان عاملها أنه هي المتنظف وراي وتصفط فراشي والخدامة وأنا مستحية من نفسي، يعني أنا واجهت كل حياتي إنه مشان حقوق النساء كل حياتي يعني بالغة لأجل حقوق النساء بعد كل هذه التجارب، ذكرت قبل شوي أنه زواجك كان زواج فاشل كان فيه عنف أسري، كان فيه تعنيف في المنزل هل بعد ما وصلت إلى هذه السكينة وإلى هذا السلام الداخلي فيك تقول ليلي لزوجك السابق، سامحك وبعذرك أكيد، أكيد، وأنا بالنسبة لي أأمن أنه ممكن أن نسامح إنسان ثاني حتى بدون ما هم يطلبون المسامحة يعني بالبداية إنه واو كيف واحد يعطي يسامح أحد ثاني بدون أن الثاني يسأل لك المسامحة أنا بالنسبة لي أقدر أعطيها لمن أشوف نقطة الضعف الإنسان الثاني حسان خليفة، ذكرت بالبداية أنه وتكن بعمر 22 سنة وقتها حصلت المأساة بحياتك وتم تصفية الوالد أو قتل الوالد في بيته أنت تبعت مسيرته أو افتكرت أنه عليك تتبع مسيرته اليوم بعد رضح من الزمن وجدت نفسك تصلحت مع نفسك هل بتشوف أنه العمر يقف حاجز أمام الإنسان حتى يقدر يحول حياته؟ لا أنا برأيي يعني ما في حدود بالنسبة للعمر إلا للواحد يغير أنا أمي لما كانت تلميذي بالجامعة كانت بدها تكون من مسلة طبعا جدي الله يرحمه ومنحها من هالشي أخذها من كيمبريج ورجعها السعودية هي بسن 3 أو 74 سنة فاتت بدور مسلة بأول فيلم ومن ثلاث سنين مسلة بتاني فيلم يعني عم بتطلع حدا بالسبعينات هي غيرت حياتها طبعا وهي كمان فاتت نفس المأساة اتوفى جوزة وعاشت أرملت طول حياتها بقيت حياتها وشفتنا النتيجة هي عاشت حياتها وأنا عاشت حياتي السيدة مونيرة خليفة نعم مونيرة العطاس تحياتنا لليلة عم بتتبعنا أكيد رندق الليلة عندك الفرصة أنك تتوجه عبر الكاميرا وتتشكر شخص وقف إلى جانبك خلال مسيرتك حضنك وساهم في التغيير المفصلي بحياتك ربما بتقولي شكرا السؤال صعب لأنه في كل الناس يلي بيعطوهم بدي شخص واحد بدأتشكرهم بدأتشخص واحد ولدتي ولدتي لأنه تحددت كتير قصص بالحياة من أيامات الحرب كانت تسوق تحت التقنيس لتقطع من إيست بيروت لواس بيروت لا تجيب واحدة بلود يكونوا واعدين فيها توصل على الريد كراس بالوست بيروت يقولوا لها لا تستطيع يكونوا عطوها للناس انصابوا بالحرب أما مقاتلين بعتبر أنه هذه الناس ليس لأنه أمي بأن هذه الناس هي الناس أعرفه بالحياة لأنه تحدد كتير قصص حتى تأمن لي نقطة الحياة الله خليلك إياها وتحياتنا لألها الليلي أحسان خليفة من هو الشخص يلي غيرلك مجرع حياتك كلهم بتقول شكرا الليلي من غيرلي حياتي لازم أقول مارتي الصراحة عشان نحن حكينا كيف يعني من ظروفي أنا عادت هون لقيت حالي بأوروبا لقيت حالي بأمريكا والشرق الأوسط مرطلعت لشرق الأقصى بنفس الوقت لما تهرفت على مارتي هي أعطتلي ما بدي أقول لك بس سبب لحياتي لتغيير حياتي بنفس الوقت يعني بشغلي يعني تعرفت على حماي عن طريقة عمي نزهة طيب وأنا تعلمت كتير منه عن الإستثمار وهذا سعيد كتير بشغلي إذا ما تعرفت عليه ما كنت رح أكون ما كنت عملت اللي أنا عملته بشغلي أهم شي ضخط بحياتك الكثير من السعادة لأنه هي إنسانة متفائلة جدا وبتسمة دائمة وفرحة دائمة دائما زينة بسلبي زينة بسلبي لما أنت قلين شكرا أنت غيرت حياتي أنا أقول لأمجد اللي هو زوجي الثاني وطليقي الثاني بعد من 15 سنة بس إحنا اطلقنا من حب وليس من كره من حب أو عن حب يعني إحنا حبينا بعض قبل الزواج خلال الزواج وبعد الزواج وطلقنا من حب إنه تغيرت العلاقة فقررنا أنه نبقى أصدقاء أول مرة بيسمع أنا أن الطلاق بيحصل عن حب ومن حب والله رحنا عن المحكمة هيك لازمين بعض وعطينا هدايا واحد لبعض يعني أحلى طلافي أنا شايفتها بحياتي ما أعطك هدية طانقت كل واحدة هدية بوكس صندوق فارغ لكي نبني علاقة جديدة بصداقة جديدة وأشكرها أنا لأنه أنا تعرفت عليك كنت مطلقة من العراق فقيرة ما عنديش أهل وعمر 22 سنة وفتح آمن بي حبني أعطاني الأمان ولما قررت وراء السنة من تعرفي عليه أنه أبدي منظمة نساء من أجل نساء العالم وكل أصحابي ضحقوا علي وقال لولي أه روح اشتري بيت روح اشتري سيارة هو الوحيد اللي آمن بيا وقال لي تقدرين نسويها ومن بديت أنا بصفر من صفر يعني بديت بمساعدة بس 33 امرأة في سبتمبر 1993 وراء 25 سنة ساعدنا نص مليون امرأة وبعثنا 120 مليون دولار ونص مليون امرأة من 68 دولة ساعدوا فمليون امرأة ربطناهم مع بعض أوكي فكلها بدت من حلم شابة عمرها 22-23 سنة وأمجد هو كان الوحيد اللي آمن بي بهذه الفترة وأنا مشكورة إلى شكرا أمجد شكرا حبيبي هذا الصندوق الفارغ اللي قدمت لي وقدم لك هل مازال فارغ حتى اليوم لا هل مازال فارغ حتى اليوم مليون في صداقة يعني احنا صارنا عشر سنين من مطلقين وبهذه العشر سنين بهذه الفترة أنا اعتذرت منه وهو اعتذر مني وصداقتنا يعني جميلة 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 هو متزوج وحده وأحب زوجته كثير فأنا آمن أنه ممكن نحن نغير علاقاتنا بحياتنا بطريقة جيدة وطريقة جميلة رندق تغنيين بالكثير من الشغف هل قصص الحب هي نقاط تحول أكيد بعتقد أنه الحياة كلها ممنية على الحب بين حياة لشخص مش بس بعلاقات الغرامية بس الحب موجود مثل ما بيعيدوا هون على الفالنتين بين الناس بيشتغلوا مع بعضهم بين الناس يعني هي علاقة الحب بين بين آدم يعني بين الأشخاص مش بس بين مره ورجال بحكينا عن الحب بحيات كل واحد منكم زينا بحكيت عن الحب بحياته حسين حكي إلى أي درجة الحب بحياته هو المحرك الأساسي وانت حكيت عن الحب الشامل بينك وبين الآخرين مدول الحب بينك وبين شخص معين بين المجتمع ككل في نهاية هذا اللقاء بدي أطلب من كل واحد منكم يوقع اللقاء على طريقة البرنامج بدي أطلب من كل واحد منكم يخذوا الآيفون أو الهاتف الذكي الموجود معه حتى يوقع اللقاء على طريقتنا ويلي هي عبر تدوين جملة معينة أو خلاصة حياة أو عبرها معينة حاضرين زينب هل أنت حاضرة؟ أنا حاضرة ورح أقول أغنية مصرية أمي كانت تضغني لي أهلا ما كنت صغيرة وهي أضحك للدنيا تضحك لك أضحك كنا نضحك مثلك ترررررررار الحياة ستحثت أضحك للدنيا تضحك لك حلو حسين أنا بدي أقول there is no limit to what can be done only to what can be imagined يعني ما في حدود الذي فيك تعمله بس للي فيك تتخيله شكرا رندا أنا كتبت I sobbed why do life orphans think وإن الإجراء يتعلمني يعني ليش الحياة بتقلم بتقلم عوقات ولا والصدا جواب غنو رندغ وصوب من لبنان حسين خليفة من مصر وزينب سلبي من العراق شكراً على مشاركة بهذه الحلقة أنا سعيد جداً أصدقائي المشاهدين لو ما كان في أخطاء بهالدني ما كانوا اخترعوا الممحات ولو ما كانت الحياة رحلة ما كان فيه بكل رحلة محطات وصول بتاخدنا إلى عدة اتجاهات إلى اللقاء شكراً شكراًَ